بالنسبة ليه الأستاذ الكريم الأستاذ محمد هو رجل يعني عمره 81 سنة يعني ربنا يبارك وعمر بخير إن شاء الله وعلى خير وفي خير اللهم أمين وبيقرأ من المصحف فبيقول أنا ما باجي أتوضى ما بيستمرش الوضوء وقت طويل أخي الفاضل والممنوع عند جمهور الفقهاء هو أن مس المصحف من غير طهار ده الممنوع المس مش القراءة فلو حضرتك يعني تقرأ وتقلل مسألة اللمس قدر الطاقة يعني ده بالنسبة لك يعني ممكن يكون أمر يسير وبرضو عشان ما نشددش على حضرتك ده رأي الجمهور في رأي اللي غير الجمهور منهم الإمام بن حزب ويرى إنه ممكن حيك تمسك المصحف وتقرأ منه بغير وضوء نصحتي لحضرتك إنك تبدأ الأمر بالوضوء خروجا من الخلاف وبعدين حريك هتبدأ بالوضوء وتمسك المصحف وبعد كده إذا حصل إنك نقط الوضوء لأي سبب حاول تقلل يعني اللمس الأوراق قدر الطاقة تنصعب عليك خلاص يبقى كمل على القراءة عشان لا نشق على حضرتك وتاخد برأي ابن حزم في ساعتها فتتوضى في بداية الأمر لو حصل طارق بعد كذا وبيشق عليك مع السن الكبير أنك تقدر تقوم وما بتقدرش تستعمل التليفونات السمارت اللي فيها الأبليكيشن الخاصة به المصاحف اللي بتنزل فحضرتك ابدأ الأمر بالوضوء وأمسك المصحف خلاص حصل شيء كمل زي ما أنت ابتديت حتى لو حصل شيء ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وناخد برأي الإمام ابن حزم في هذه المسألة ومن تابعه فيها ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول